الكلام في النحو عمرك تخيلت ان الكلام اللي احنا بنتكلمه ده دي شروط معينة عشان يتقال عليه كلام الحقيقة انه آه ليه اربع شروط الكلام في النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي يعني ايه لفظ يعني باللسان مش بالاشارة مثلا ولا الكتاب ومركب يعني جمل من كلمتين او اكتر مش كلمة الوحدة زي مثلا اكلت نورة البرتقالة شرح المدرس للتلاميذ مفيد يعني يوصل معنى وينفع سكت عنده يعني ماينفعش تقول ان جاء محمد وتسكت لازم تقول ان جاء محمد اكرمته فدي جملة مفهومة رقم اربعة بالوضع العربي يعني يكون كله باللغة العربية لو قلت مسلا اسامة اس جوينج او ماريم فاليكول مش هنعتبر دول جمل حتى لو بيوصلوا معنا لكن لازم تكون رحل اسامته ذهبت مريمه الى المدرسة وهكذا ده معنى الكلام في النحو تعالوا بقى نعرف اقسامه الكلمة في اللغة لها ثلاث اقسام ممكن تكون اسم او فعل او حرف الاسم هو كلمة تدل على معنى في ذاتها ولا ترتبط بزمن يعني لها معنى مستقل زي قمر يعقوب الكتابة جمل تفاحة اميرة والفعل هو كلمة تدل على معنى في ذاتها مرتبطا بزمن مثل كتب ده فعل ماضي يكتب ده فعل مضارع اكتب ده فعل امر او شرب يشرب اشرب وهكذا والحرف هو ما يدل على معنى غير مستقل زي كتبت بالقلم او العصفورة على الشجرة او الكتاب في الحقيبة او رجعت من السفر الكلام اللي احنا قلناه ده يا سيدي عرفنا فيه الكلام نفسه وقلناه عبارة عن ايه استنونا في حلقة تانية من النحو العرب سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة